اهلا بكم كشف مسؤول أممي أن السعودية طورت خريطة طريق مرحلية للتسوية في اليمن شملت تقديم الرياض بموجبها عددا من الوعود الرئيسية للحوثيين وفق وكالة السوشيتيت بريس قال المسؤول الأممي أن خريطة الطريق السعودية قوبلت بتأييد واشنطن والأمم المتحدة مشيرا لأن نيليشيا تطالب التحالف بدفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم مقاتلها لإضافة إلى فتح كل المطارات والموانئ الخاضعة لسيطرتها إلى ذلك قال دبلوماسي سعودي للوكالة الأمريكية أن دفع الرواتب مشروط بقبول الحوثيين بضمانات أمنية ما في ذلك إقامة منطقة عازلة على طول الحدود لفتا إلى أن الجانبين يعملان مع المسؤولين الأمميين لتطوير المقترح ليكون مرضيا لجميع الأطراف من جانبها ضعت الولايات المتحدة الأمريكية ميليشيا الحوثي إلى تغيير سلوكها بشكل فوري واختيار المفاوضات بدلا من الهجمات على البنية التحتية الاقتصادية في اليمن وأشر نائم مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن أفضل طريقة أمام الحوثيين لتحقيق أهدافهم المعلنة في دفع رواتب القطاع العام يتمثل في الجلوس مع الحكومة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة والوصول إلى اتفاق سياسي وعبرت واشنطن عن أملها في مواصلة المجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي ضد الهجمات الإرهابية التي يشنوا الحوثيون على البنية التحتية الاقتصادية لليمن لافتة إلى أن هذه الهجمات تهدد بدفع اليمن مرة أخرى إلى الصراع لذلك شرنت ميليشي الحوثي هجوما لاذعا على المبعوث الأممي هانس جروندبرغ على خلفية إشادته في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بتعاطي السعودية مع جهود السلام وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أنه ليس مقبولا للأمم المتحدة تتخذ محافظة تصنع منصة لتقديم الشكر لمن لا يستحق في إشارة للسعودية التي تقود التحالف وأشارت إلى أن السعودية ليست طرفا مخايدا بل هي الطرف المتزعم لما تصفه بالعضوان وكان الوسيط الأممي الذي وصل أمس صنعاء لأقدم بواحثات مع قيادة حوثيين حول فرص تجديد الهدنة أعرب في إحاطة لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية أعرب عن تقديره لجهود السعودية وعمان لإحلال السلام مدنيا أفادت مصادر عسكرية بحدوث قصف متبادل مدفعي بين قوات الجيش وميليشي الحوثي في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب أضحت أن القصف تزامن مع اشتباكات متقطعة بين الجانبين وسط تحليق الطائرات المسيرة التابعة للميليشي في أطراف رغوان ومحزام حماس والمصادر أشارت إلى أن ميليشي الحوثي دفعت بالتعزيزات عسكرية وآليات قتالية متنوعة خلال الأيام الماضية إلى الجبهة ذاتها حذر تقرير اقتصادي من تداعيات استمرار توقف صادرات النفط على الحياة العامة للمواطنين والمشهد الاقتصادي في البلاد وما ترتب على ذلك من تصعيد متبادل بين الطرفي الصراع يدفع اليمنيون ثمن وقال التقرير الذي أعده مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن حالة الركود الاقتصادي التي ستنتج عن توقف صادرات النفط ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وتراجع سير العملة المحلية مقابل العملات الصعبة ودخول البلاد في أتون أزمات إنسانية وأوضح أن الركود يتسبب أيضا في ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتضرور موظفي الدولة في المحافظات المنتظمة بتسليم الرواتب الشهرية نهاية الموجز إلى اللقاء